بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Machine Elements Design 1 نستكمل معنا شابتر 11 Mounting Parts onto Rotating Shafts وبنتكلم على Stresses in Keys Stresses in Keys أو الإجهادات في Keys أول نوع عندي اللي هو Shear Stress وده نوع طبعاً اللي هو Direct Shear ونشوف بينشاء إزاي عندي طبعاً العمود بالشكل ده كده وبيدور عليه التورك في الاتجاه ده وبيدور برضو في نفس الاتجاه فبالتالي أول ما يجي يدور كده هيأثر هنا بقوة اللي هي الفورس دي بتبقى ما بين العمود وما بين الكي يقابلها الرد الفاعل اللي هنا من الجزء اللي راكب لو افترضنا ان فيه هنا مثلاً الترس مثلاً أو بكرة في الجزء اللي طيب الكي هنا وقع تحت أسير وادة فورس المقطع اللي هنا هو ده اللي عليه الشير ولو نلاحظ لما كنا بنشرح قبل كده أنواع باختلاف الأحمال يختلف نوع الإجهادات النتجة عنها هنلاحظ هنا ان اتجاه القوة موازي لاتجاه المساحة فعلى طول ده يعمل لي شير سترس ومن النوع اللي هو الديريكت شير وده قيمته بتساوي الفورس على الاريا طيب الفورس انا بحددها ازاي الفورس هنا بتتحدد من قيمة التورك يعني التورك اللي موجود عندي قيمته بتساوي ايه؟ قيمته بتساوي نصف القطر ضرب الفورس دي يبقى نصف القطر ضرب الفورس ومن هنا اقدر ان انا بمعلومية التورك اقدر ان انا احدد الفورس اللي عندي طيب الاريا بقى عبارة عن ايه؟ خلي بالك انه دي المساحة اللي احنا طلعناها من على الرسم او الخط اللي احنا طلعناها من على الرسم اللي هنا لكنه بيشمل كل ده اللي هو الجزء ده كله هي دي المساحة طيب الابعاد بتاعت المساحة دي عبارة عن ايه؟ ده طبعا الجزء ده اللي هو الدابليو وده الطول الكلي اللي هو الال فبالتالي الاريا بتاعتي هتسبقة عبارة عن دابليو في الال ده النوع الاولاني من السترس الواقع على التي النوع التاني اللي هو البيرينج سترس او بنسميه برضو الكراشينج سترس سيجما سي ده طبعا قيمته بتساوي برضو الفورس على الاريا ده بينشأ ازاي؟ برضو نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده نتيجة التورك ده الفورس ديت متوزع هنا على السطح ده كله يبقى كأن السطح ده بيحصل عليه فورس من العمود تجاه الكي ورد فعل برضو نفس الكلام هنا نفس الكلام هيحصل هنا مع الجزء اللي راكب على العمود هيبقى فيه بيرينج سترس على السطح ده طيب تعالا نحدد السطح ده لو قلنا مثلا ان هو الجزء العلوي ده كده نصه بالطول الكلي ده يبقى دي الاريا اللي شايلة الكراشينج سترس وزيها المناظر ليها من الناحية المقابلة لكن فيه الاتجاه الاسفل واحدة منهم مشتركة مع العمود والتانية مشتركة مع الجزء اللي راكب على العمود قيمتها بتساوي ايه؟ احنا قلنا ان ده الارتفاع هنا اللي هو T والطول عندنا اللي هو L يبقى بالتالي هتساوي L في نص T يبقى T على 2 ضرب L ده اللي هو بيمثل الاريا والفورس برضو هي هيها اللي احنا حددناها في الشير سترس قبل كده بمعلومية التورك بقدر ان انا ومعلومية نصف القطرة او القطر بقدر ان انا احدد قيمة الفورس ودول كده النوعين اللي هم السترس اللي بيأثروا على الكي اللي هو البيرنج سترس والشير سترس وبكده نكون انهينا شابتر 11 مونتينج بارتز انتو روتيتينج شافتز نلقاكم في الدرس القادم وشابتر جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة